السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي معكم معلمتكم إشراق المرشد أستاذ لغة الإشارة عبد السلام المغينيم مادة الدراسات الاجتماعية الوحدة السابعة بعنوان مؤسسات الدولة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السابعة مؤسسات الدولة الدرس الثاني عشر مفهوم مؤسسات الدولة الدرس الثالث عشر الخدمات الحكومية الدرس الرابع عشر الحماية الاجتماعية والصحية سوف أتعلم في هذه الوحدة أنواع المؤسسات الحكومية وظائف المؤسسات الحكومية الخدمات الحكومية مراجعة لما سبق دراسته لدي هنا سؤال هناك نوعان رئيسان للمؤسسات ما هما تعرفنا عليهما في دروسنا السابقة وقلنا هناك نوعان من المؤسسات أحسنتم مؤسسات خاصة ومؤسسات عامة المؤسسات الخاصة مثل ماذا؟ نعم مثل الشركات والبنوك والمؤسسات العامة مثل ماذا؟ المؤسسات الحكومية مثل الوزارات بارك الله فيكم إذن مؤسسات خاصة وهي المؤسسات التجارية مؤسسات عامة وهي المؤسسات الحكومية مؤسسات الدولة أحسنتم بارك الله فيكم عرف أو عرفي مؤسسات الدولة ما هو تعريف مؤسسات الدولة نعم بارك الله فيكم مؤسسات الدولة هي الأجهزة الحكومية المكلفة بمهام لخدمة الوطن والمواطن أيضا مراجعة لما سبق دراسته إذن قلنا أن المؤسسات نوعان مؤسسات خاصة ومؤسسات عامة مثل ماذا المؤسسات التجارية أحسنتم المؤسسات الخاصة هي مؤسسات أهلية يديرها أفراد المؤسسات العامة قلنا ما هي أحسنتم المؤسسات الحكومية وهي مؤسسات الدولة هي الأجهزة الحكومية المكلفة بمهام لخدمة الوطن والمواطن بارك الله فيكم أيضا مراجعة لما سبق دراسته اذكر أو اذكري أمثلة لمؤسسات خاصة وأمثلة لمؤسسات عامة نعم أحسنتم بارك الله فيكم سوق تجاري مؤسسة خاصة أمثلة وهنا مؤسسات عامة قلنا مثل وزارة الداخلية بارك الله فيكم نذكر بعض الأمثلة للمؤسسات الخاصة نعم سوق تجاري أيضا مؤسسة تجارية شركة بنك ومصنع بارك الله فيكم أمثلة مؤسسات حكومية نعم وزارة هيئة حكومية برنامج حكومي مستشفى حكومي بارك الله فيكم إجابات رائعة لدي هنا سؤال تقوم مؤسسات الدولة بوظائف متعددة لخدمة المواطنين والاقتصاد فما أبرز تلك الوظائف نعم بارك الله فيكم من أبرز وظائف مؤسسات الدولة الحماية والأمن أيضا نعم توفير الخدمات العامة أحسنتم أيضا توفير الاقتصاد تنظيم أنشطة الترفيه والرياضة بارك الله فيكم أيضا تنمية المجتمع تشييد الطرق وصيانتها تنظيم العمل توفير الإسكان بارك الله فيكم ما المقصود بالخدمات الحكومية نعم أحسنتم المقصود بها هي الأعمال التي تقوم بها الدولة من خلال مؤسساتها لمصلحة المجتمع وأفراده داخل الوطن بارك الله فيكم أيضا هنا لدي سؤال عدد أو عددي مهام وزارة الداخلية تعرفنا على وزارة الداخلية في درسنا السابق وقلنا لديها الكثير من المهام مثل ماذا نعم الأمن والاستقرار أيضا إذن حماية المواطنين أيضا سلامة حجاج بيت الله الحرام منع الجريمة ومكافحة المخدرات تنفيذ العقوبات المقررة بارك الله فيكم استنتج ما أهمية الخدمات الحكومية إذا لها أهمية ما أهميتها؟ نعم أحسنتم تهتم بمصالح وخدمة المجتمع وأفراده داخل الوطن أكمل أو أكمل الفراغات الآتية بكلمات مناسبة في أنحاء وطني المملكة العربية السعودية يرأس فراغ ماذا يرأس؟ نعم أحسنتم كل إمارة كل إمارة منطقة ماذا؟ أميرا أحسنتم يستقبلوا من؟ نعم بارك الله فيكم يستقبل المواطنين ويستمعوا إلى ماذا؟ نعم أحسنتم طلباتهم وإحتياجاتهم ويتولى مسؤولية ماذا؟ ماذا مسؤوليته؟ نعم بارك الله فيكم مسؤولية وإدارة شؤون المنطقة أحسنتم عدد أو عددي بعضا من أجهزة وزارة الداخلية تعرفنا في درسنا السابق على أجهزة كثيرة لوزارة الداخلية نعدد بعضا منها أحسنتم الشرطة أيضا نعم القوات الخاصة لأمن الطرق الإدارة العامة للمرور المديرية العامة لمكافحة المخدرات المديرية العامة للدفاع المدني المديرية العامة لحرص الحدود المديرية العامة للجوازات أحسنتم أيضا المديرية العامة للسجون بارك الله فيكم وكالة الوزارة للأحوال المدنية أحسنتم إجابات رائعة ما هي وظائف الأجهزة التالية الشرطة ما هي وظيفتها ما هي مهامها الإدارة العامة للمرور المديرية العامة لحرص الحدود نعم الشرطة إذن مهامها تتولى المحافظة على الأمن وتطبيق الأنظمة الإدارة العامة للمرور تتولى تنظيم السير وسلامة السائقين والركاب داخل المدن المديرية العامة لحرص الحدود تتولى حماية حدود الوطن ومساعدة العابرين أصل أجهزة وزارة الداخلية بما يناسبها من مهام من أجهزة وزارة الداخلية المديرية العامة لحرص الحدود المديرية العامة للسجون المديرية العامة لمكافحة المخدرات الشرطة القوات الخاصة لأمن الطرق هنا بعض المهام تتولى المحافظة على الأمن وتطبيق الأنظمة تتولى المحافظة على سلامة الناس في الطرق بين المناطق والمدن ومساعدة المسافرين تتولى حماية الوطن من ترويج السموم والمخدرات وتوعية المواطنين بأخطارها على الصحة والوطن تتولى حماية حدود الوطن ومساعدة العابرين تتولى الإشراف على السجون وملاحظتها نصل كل جهاز بما يناسبه من مهمة نأتي إلى الأولى المديرية العامة لحرس الحدود أحسنتم بارك الله فيكم المديرية العامة لحرس الحدود من اسمها تتولى حماية ماذا؟ الحدود تتولى حماية حدود الوطن ومساعدة العابرين نأتي إلى الجهاز الثاني المديرية العامة للسجون ما هي العبارة المناسبة لها؟ المهمة المناسبة لها نعم أحسنتم بارك الله فيكم إذن تتولى الإشراف على السجون نفس المسمى إذن تتولى الإشراف على السجون وملاحظتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات ما هي المهمة المناسبة لها؟ نعم أحسنتم رائعين إذن تتولى حماية الوطن من ترويج السموم والمخدرات وتوعية المواطنين بأخطارها على الصحة والوطن الشرطة نعم أحسنتم بارك الله فيكم تتولى المحافظة على الأمن وتطبيق الأنظمة القوات الخاصة لأمن الطرق نعم بارك الله فيكم أمن الطرق إذن تتولى المحافظة على سلامة الناس أين؟ في الطرق بين المناطق والمدن ومساعدة المسافرين بارك الله فيكم أيضا أصل المهام بما يناسبها من أجهزة وزارة الداخلية هنا لدينا العكس المهام أصلها بكل جهاز مناسب المهمة الأولى تتولى إصدار الجوازات للمواطنين ومتابعتها وشؤون المقيمين الفقرة الثانية تتولى إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتسجيل المواليد وغير ذلك تتولى تنفيذ إجراءات السلامة وإطفاء الحرائق وإنقاذ المواطنين والمقيمين تتولى المحافظة على سلامة الناس في الطرق بين المناطق والمدن ومساعدة المسافرين تتولى تنظيم السير وسلامة السائقين والركاب داخل المدن القوات الخاصة لأمن الطرق المديرية الإدارة العامة للمرور المديرية العامة للدفاع المدني المديرية العامة للجوازات وكالة الوزارة للأحوال المدنية نصل كل مهمة بما يناسبها من جهاز إذن المهمة الأولى تتولى إصدار الجوازات للمواطنين ومتابعتها وشؤون المقيمين الجهاز المناسب لها نعم أحسنتم تتولى إصدار جوازات إذن من هي المديرية العامة للجوازات تتولى إصدار بطاقة الهوية الوطنية والتسجيل المواليد وغير ذلك عندما نريد أن نصدر بطاقة للهوية الوطنية إلى أين أتجه؟ نعم أحسنتم إلى الأحوال المدنية وكالة الوزارة للأحوال المدنية تتولى تنفيذ إجراءات السلامة وإطفاء الحرائق وإنقاذ المواطنين والمقيمين ما هي هذه الجهة؟ نعم أحسنتم هي المديرية العامة للدفاع المدني تتولى المحافظة على سلامة الناس في الطرق بين المناطق ومساعدة المسافرين أحسنتم إذن القوات الخاصة لأمن الطرق تتولى تنظيم السير وسلامة السائقين والركاب داخل المدن أحسنتم إذن هي المديرية الإدارة العامة للمرور أحسنتم بارك الله فيكم إجابات رائعة نبدأ بإذن الله تعالى التهيؤة وسنتعرف بإذن الله تعالى على درسنا اليوم طلابي وطالباتي المبدعين ما هي الجهة المسؤولة عن الحماية الاجتماعية والحماية الصحية؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم إذن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم الحماية الاجتماعية ووزارة الصحة تقدم الحماية الصحية للمواطني والمقيم إذن تعرفنا على عدة جهات مسؤولة اليوم بإذن الله تعالى سنتعرف على جهة تقدم خدمات من ماذا للمواطنين وهي المسؤولة عن الحماية الاجتماعية والحماية الصحية إذن ما هو عنوان درسنا اليوم؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم الحماية الاجتماعية والصحية صفحة 82 يتوقع من الطالب أو الطالبة أن يحقق أهداف الدرس مثل ماذا؟ نعم أن يعدد أعمال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدرك أهمية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يستنتج الهدف يستنتج الهدف من تأسيس الدولة خدمات الحماية الاجتماعية نفكر ونستنتج نفكر سويا نعم أحسنتم نقرأ قراءة صحيحة تعد حماية المجتمع وصحة المواطنين والمقيمين من أولويات الحكومة في المملكة العربية السعودية لذا يعمل عدد من الأجهزة الحكومية لتقديم الحماية الاجتماعية والصحية فما أبرز تلك الجهود والأجهزة الحكومية التي تقوم بها؟ إذن نفكر ونستنتج ما هي الأجهزة الحكومية المسؤولة على حماية المجتمع وصحة المواطنين والمقيمين؟ إذن هي الحماية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مختصة بماذا بالحماية الاجتماعية؟ الجهاز الثاني الحماية الصحية وهي وزارة الصحة إذن وزارة الصحة تقدم ماذا؟ الحماية الصحية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم الحماية المجتمعية بإذن الله سنتعرف اليوم على الحماية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبإذن الله في درسنا القادم سنتعرف على وزارة الصحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا شعار الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا هو شعارها تقدم الوزارة خدمات الحماية الاجتماعية من خلال عدد من الأعمال إذن ما هي أعمال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سنتعرف عليها الآن حماية النساء والأطفال الذي ينالهم العنف والإيذاء إذن أول مهمة تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حماية النساء حماية النساء والأطفال الذين ماذا ينالهم العنف والإيذاء إذن عندما ينالهم العنف والإيذاء تتقدم هذه الوزارة بحمايتهم اثنان أيضا من مهام زارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توفير دور الملاحظة والرعاية لمن؟ لصغار السن الذين يصدر نحوهم عقوبات إذن توفير دور الملاحظة والرعاية لصغار السن الذين يصدر نحوهم عقوبات عندما يصدر نحوهم عقوبات فإنها تهتم بهم وتوفر لهم دور الملاحظة والرعاية للاهتمام بهم لماذا؟ لأنهم صغار السن لأنهم صغار السن إذن لهم دور خاصة تلاحظهم وترعاهم عندما يصدر في حقهم أي نوع من أنواع العقوبات المهمة الثالثة متابعة أحوال المواطنين والمواطنات الذين ماذا؟ يحتاجون إلى المساندة وإرشادهم إذن تتابع أحوال من؟ تتابع أحوال المواطنين متابعة أحوال المواطنين والمواطنات من؟ الذين يحتاجون إلى المساندة وإرشادهم إذن مرة أخرى تقوم زارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدد من الأعمال أولا حماية النساء والأطفال الذين ينالهم العنف والإيذاء توفير دور الملاحظة والرعاية لصغار السن الذين يصدر نحوهم عقوبات متابعة أحوال المواطنين والمواطنات الذين يحتاجون إلى المساندة وإرشادهم تقوي مرحلي لدي هنا سؤال عدد أو عددي الأعمال التي تقوم من خلالها وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات الحماية الاجتماعية ما هي؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم إذن حماية النساء والأطفال الذين ينالهم العنف والإيذاء أيضا نعم بارك الله فيكم توفير دور الملاحظة والرعاية لصغار السن الذين يصدر نحوهم عقوبات أيضا توفير متابعة أحوال المواطنين والمواطنات الذين يحتاجون إلى المساندة وإرشادهم بارك الله فيكم إجابات رائعة للإطلاع من أبرز أعمال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية ما يأتي إنشاء وحدات الحماية الاجتماعية ولجانها في المناطق لجميع مناطق المملكة إنشاء مركز لتلقي بلاغات العنف والإيذاء 17 دار ملاحظة اجتماعية ترعى النزلاء من عمر 12 سنة إلى 18 سنة دور للتوجيه الاجتماعي للنزلاء إذن أنشأت الدور لتوجيه الاجتماعي للنزلاء من عمر ماذا إلى ماذا؟ أحسنتم من عمر 7 سنوات إلى 18 سنة مؤسسة رعاية الفتيات أقل من 30 سنة هنا إذا نالك العنف أو الإيذاء لكل من يتعرب العنف أو الإيذاء ماذا يجب عليه؟ إذن أحسنتم الاتصال على رقم موحد وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إذن إذا تعرضت لأي عنف أو إذا عليك الاتصال بالرقم الموحد ما هو الرقم الموحد؟ أحسنتم هو 1-9-1-9 هو الرقم الموحد إذا تعرضت لأي إيذاء إذا ما هو الرقم الموحد؟ الاتصال على الرقم 1-9-1-9 عند ماذا؟ أتعرض لأي إيذاء من الحالات التي تقدم فيها مؤسسات الدولة خدمات الحماية الاجتماعية هناك حالات تقدم فيها مؤسسات الدولة خدمات حماية اجتماعية مثل ماذا هذه الحالات؟ حفظ حقوق أفراد المجتمع الذين تحدث لهم المشكلات داخل الوطن إذن تحفظ حقوق من؟ حفظ حقوق أفراد المجتمع تحفظ حقوقهم الذين يتعرضون لمشكلات داخل الوطن أيضا مثل ماذا الحالات التي تقدم فيها مساعدة؟ أو يكونون في أوضاع لا يستطيعون فيها حماية أنفسهم يكونون في وبع لا يستطيعون حماية أنفسهم فنقدم لهم الحماية تقدم لهم هذه المؤسسات الحماية أيضا أو الذين يخالفون النظام وهم صغار السن يخالفون النظام وهم صغار السن إذن ما دور هذه المؤسسة؟ فيتابعون ويلاحظون إذن يكونون تحت المتابعة والملاحظة لأنهم صغار السن تقويم مرحلي عدد أو عدد الحالات التي تقدم فيها مؤسسات الدولة خدمات الحماية الاجتماعية أحسنتم حفظ حقوق أفراد المجتمع الذين تحدث لهم المشكلات داخل الوطن أيضا نعم أحسنتم أو يكونون في أوضاع لا يستطيعون فيها حماية أنفسهم فنقدم لهم الحماية أو الذين يخالفون النظام وهم صغار السن فيتابعون ويلاحظون لدي هنا نشاط نشاط رقم واحد صفحة ثلاثة وثمانون نفتح الكتاب سويا صفحة ثلاثة وثمانون نقرأ السؤال قراءة صحيحة أحسنتم ما العمل في حال التعرض لإيذاء جسدي أو تحرش؟ إذن عندما تتعرض أيها الطالب أو الطالبة لأي إيذاء جسدي أو تحرش ما الواجب عليك؟ هل تسكت؟ إذن لا ما الواجب عليك؟ نعم أحسنتم الاتصال على الرقم الموحد ما هو الرقم الموحد؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم إذن الاتصال فورا على الرقم الموحد إذن واحد تسعة واحد تسعة بارك الله فيكم عدد أو عددي الخدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحسنتم من خلالها وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات الحماية الاجتماعية؟ نعم أحسنتم إذن حفظ حقوق أفراد المجتمع أيضا الذين تحدث لهم المشكلات داخل الوطن أيضا أو يكونون في أوضاع لا يستطيعون فيها حماية أنفسهم فنقدم لهم الحماية أو الذين يخالفون النظام وهم صغار السن فيتابعون ويلاحظون ماذا تعلمت وماذا استفدت من درسي اليوم؟ إذن تعلمنا اليوم عدة نقاط نذكرها سويا أحسنتم تعد حماية المجتمع وصحة المواطنين والمقيمين من أولويات الحكومة في المملكة العربية السعودية أيضا ماذا تعلمت؟ أحسنتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم خدمات الحماية الاجتماعية أعمال خدمات الحماية الاجتماعية أعمالها نعم حماية النساء والأطفال الذين ينالهم العنف والإيداء توفير دور الملاحظة والرعاية لصغار السن الذين يصدر نحوهم عقوبات متابعة أحوال المواطنين والمواطنات الذين يحتاجون إلى المساندة وإرشادهم تقدم مؤسسات الدولة خدمات الحماية الاجتماعية لماذا أحسنتم لحفظ حقوق أفراد المجتمع الذين تحدث لهم المشكلات داخل الوطن؟ أو يكونون في أوضاع لا يستطيعون فيها حماية أنفسهم؟ فنقدم لهم الحماية أو الذين يخالفون النظام وهم صغار السن فيتابعون ويلاحظون؟ في الخاتمة تعرفنا في درسنا اليوم على عدد من الخدمات الاجتماعية وتعرفنا أولا على وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بإذن الله سنتعرف في درسنا القادم أيضا على الحماية الاجتماعية والتي تقدمها وزارة الصحة أشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء جديد